انتم تشوفون الجوالات هذه الأيام صايرة تتطور بشكل كبير جداً مع كل جيل يجي قزاز يقولون بأنه أقوى وأفضل منه ولكن فيه شغلة مهمة جداً لو تلاحظها بأنه مع التطور هذا الكبير كله ما زالت الجوالات تتخمش بشكل سريع جداً السؤال ليش؟ بهذا الفيديو راح أقول لكم ليش؟ وإيش التفاصيل في هذا الموضوع؟ مرحباً لكم أحاكم الله بفيديو جديد من سلسلة عقلية تقنية اللي ناخذ موضوع معين في التقنية والناقشة أنا قاعد أطالع صراحة في جوالات اللي قاعد أستخدمها مؤخراً سواء نوت 9 سواء آيفون 10 اس ماكس سواء غيرها من الجوالات سواء هذه السنة ولا حتى السنة الماضية قاعد تطلع فيها خدوش اللي يقدر أقولها خصوصاً جوالات الغالية هذه صارت تعور قلبي صراحة لأنها جوالات غالية المفروض أن يحافظ عليها فصائر أحطها في جيب دون مفاتيح بدون أي شيء معها مع ذلك تتخدش تتخدش بشكل سريع جداً وهذا الشيء يجار طيب قاعدين نسمع طوال هذه السنوات أنه عندك كورنينج اللي هي تسوي زجاج غوريلا غلاس والمفروض أن هذا تطور كثير وصار ضد الخدش وضد الكسر وضد من دليش ومع ذلك قاعدة تنخدش يمكن حتى أسرع من أول الصراحة المشكلة في هذا الموضوع بأنه أنت لازم تحدد أولوياتك كشركة وهنا قاعد تتكلم عن شركة كورنينج شركة كورنينج هي الشركة اللي تصنع غزاز غوريلا غلاس إذا ما تنفشوا غزاز غوريلا غلاس شركة كورنينج هي شركة متخصصة في صناعة الغزاز لكن كانت تصنع الغزاز لأشياء مختلفة أجهزة مختلفة جداً زي تيليسكوب زي أشياء كده جاهم ستيف جوبز في أحد السنوات أتوقف في عامل 2006-2007 وقال لهم بأنه أنا أبغى شاشة صغيرة بحجم 3.5 شرق قريباً للآيفون بحيث أنها تكون مضادة للكسر وتكون مضادة للخدش وتكون مناسبة للجوال واللمس ليش؟ لأنه لو تيجي تطالع في الجوالات اللي ما قبل آيفون ذاك الوقت كانوا أغلبها يستخدمون بلاستيك البلاستيك كان في مشكلة مع اللمس كان في مشكلة مع البصمات مع كل هذه الأمور فمن هنا طلعت الفكرة بأنه أبل راحوا طلبوا أمون كورنينج عشان يسوون غوليلا جلاس ومن هنا جاءت الفكرة طبعاً ليش قاعد أقول لك هذه قصة؟ قاعد أقول لك هذه قصة عشان أوريك أنه من بداية فكرة غوليلا جلاس ومن ولادة غوليلا جلاس هي ولدت بسبب الحاجة إلى اليوم كورنينج هي فعلياً تسوي وتطور قزازها بناء على حاجة الشركات كلها مو بس أبل أبل سامسونج هواوي وغيرها من الشركات لما نجي ننظر في حاجة الشركات الفترة الأخيرة وش صارت؟ حاجتهم صارت أنه يبغون قزاز أنحف عشان يصنعون جوال أنحف عشان يصير سماكتها مرة قليلة عشان يصير تصميم شكلها أفضل ولما تخليه أنحف فهذا معنات أنه عرض للكسر أكثر وهنا أيضاً مشكلة أكبر أنت فعلياً لما تجي تصنع هذا القزاز بلخصها لك وببسطها لك بأنه أنت عندك شغلتين لازم تختار واحدة منهم أولوية يا أنك تروح ضد الكسر يا أنك تروح ضد الخدش وإحنا قاعدين نشوف أن الشركات قد سمعت شركة قاعد تتكلم عن أن جوالنا مضاد للخدوش ولا كونينغ قاعد تقول بأنه هذا الجيل الجديد مضاد للخدوش نهائياً؟ لا ولا قاعدين حتى يقيسون هذه السنة صار مضاد للخدوش أكثر من السنوات الماضية لأسف هذا الشيء ما قاعد يصير بل أنه دراسات اختبارات شركة كونينغ نفسها قاعد تقول بأنه قزازها ما تحسن من ناحية الخدوش من عام تقريباً 2014 هذه مشكلة كبيرة لأنها سنوات ما تحسن موضوع الخدش طبعاً صناعة القزاز ومكوناتها واللي يخلطونها وهذه هي تتغير فعلياً وفيها تفاصيل كيميائية كثير جداً بس أحد الشغلات بأنه في عندك شي يسمونها internal stress لو عربناها ممكن نسميها الإجهاد الداخلي الفكرة بكل بساطة بأنه أنت كل ما تبغى تنحف القزاز وكل ما تبغى تخليه أقوى معنات أنك لازم تزيد من هذا الإجهاد الداخلي وبالتالي هذا الشيء بيخليه أقوى لكن في نفس الوقت عرضه أكثر للخدوش وهذه هي المشكلة الآن غوريلا غلاس القزاز هذا وصل فعلياً للجيل السادس غوريلا غلاس سيكس اللي هو ستة رح ينزل قريب للأسف لما بحثت عنه وشفت اختباراته قاعد يقولون بأنه بكل بساطة هو عرضه للخدوش أكثر من الجيل الخامس غوريلا غلاس لو تيجي تشوف مؤتمرهم والكلام اللي يتكلمون عن القزاز اللي قاعد يقولون لك أنه صار يتحمل أكثر السخوط صار يتحمل من مسافة متر 15 مرة الشركات هذي قاعد يتركز من أن أجزازها لازم يكون نحيف عشان يكون شكلها جميل وبنهاية المطاف المستخدم قاعد ينزعج من هذا الشيء ويرو يحط لها لصقة وليحط أجزاز فبالتالي هذه السماكة اللي هم قاعد يوفرونها إحنا أضفناها ما استغنينا عن موضوع السماكة والأسوأ من ذلك أنه لما تركب أي شيء على شاشة بيكون مزعج في الاستخدام مع الإيماءات الجديدة مع الجوالات أنا موضوع محبط يبغانا كهوة أنا مصدق أن الموضوع محبط جدا بالنسبة لي موضوع الخدوش هذي اللي وصلت إلى مرحلة يتخدش من الأولى شيء مجرد ما تحطه في جيبك وتطلعه جدا مزعجة جدا مزعجة بل أنا أسوأ من ذلك أنه الشركات ما قاعد تتكلم بموضوع الخدوش أنا أتمنى فعلا أنه يكون فيه توجه لهذا الشيء وعطوني أراءكم في التعليقات هل يهمك أكثر موضوع الخدوش أو موضوع الكسر أنا لم أقول لك إيش يهمك أكثر مو معناة أن ما أبغى خلاص يصير ما ينكسر لكن فعليا قاعدين نسمع أنه يتطور كثير في الكسر وما زالت تطيح الجوالات وتتحسها بنفس القوة فعليا شركة كونينغ اللي هي تصنع قزاز غوريلا غلاس قالوا بأنه عندهم شيء جدير سموه بالSR Plus SR Plus هذا نوع منه القزاز يقارب الزجاج أو قزاز السفائر هذا هو تقريبا من أكثر أنواع القزاز صلابة ومقاوم للخدوش بشكل كبير جدا سمعنا قبل كم سنة تقريبا في عام 2015-2016 كانت أبل راح تستخدمها في آيفوناتها 6 و 6S وهذه الأشياء لكن أجلتها سنتين وبعدين سمعنا بأنه مشروع هذا تكنسل لأنه بكل بساطة هذا النوع من القزاز هو غالي جدا الآن كونينغ لأن هذا القزاز غالي جدا سوى تركيبة قريبة منها اللي هي الSR Plus وفكرة أنه راح يكون مقاومة لحد كبير للخدوش وأخيرا فكترو في هذا الشيء لكن المشكلة أنه استهدافهم بهذا النوع من القزاز راح يكون للساعات وللأجهزة الملبوسة وأبدا مهوب للجوالات وهذا أيضا من المزعج أنه معلموني برايكم بالتعليقات بالأسفل يشي يهمك أنه يكون مقاوم للخدوش أكثر ولا مقاوم للكسر أكثر أنه معطوني رايكم في تعليقات شوفكم فيديو قادم إن شاء الله مع السلامة